كولر كولر حتى الآن كل قناعته ركزوا معايا كل قناعته بفرقة النادي الأهلي فأساسين النادي الأهلي اللي أخدوا راحة حتى الآن محدش دخل محدش دخل في النادي الأهلي بقوة غير شادي حسين قناعات الراجل كده اللي هو شايفه كده الراجل ده مد السقة لكل شغال مع الكل وبيبص ان كل عنده فرصة كولر عايز يدفع بأكرم توفيق في مركز ستة مفاجأة شوية مفاجأة شوية أكرم توفيق راجع بأداء ربنا يديله الصحة يا رب بس كأنه مش راجع من إصابة كأنه مش راجع من إصابة وراجع جعان كورة لأنه الحقيقة ولد ملتزم وبيقدي بشكل رائع جدا المعلومات اللي عندي اللي مفاجأة إن الراجل حاليا بيدور على أكرم ومحمد هاني اللي اتنين مع بعض في الملعب حيوظفها إزاي وحيعمل إيه؟ العلم عند الله أنا ما عرفش ولكن عدت أفكر فيها عشان أكرم يلعب في ستة في وجود في وجود سلاسي نص الملعب ديانج السلية فتحي حمدي صعبة مش يعني يعني مش سهلة ولكن احتمالات كبيرة جدا إن احنا نشوف في النادي الأهلي هاني وأكرم لاتنين في الملعب هو حيوظفهم إزاي؟ ده مش موضوعي هو حيوظفهم إزاي؟ ده مش موضوعي قلتلكوا موضوع قهربة وحتشوفه قريب قلتلكوا موضوع قهربة وحتشوفه قريب قلتلكوا موضوع حسين الشحات وحتشوفه فيه تطوير كبير جدا قلتلكوا موضوع حسين الشحات وحتشوف فيه تطوير كبير جدا 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 والمنافسة والمنافسة داخل النادي الأهلي في حراسة المرمة اللي حصلني يقصرني تقصير عضل اللي اتنين موتين بعض ومستنين الشناوي علي لطفي ومصطفى مصطفى وعلي الفروقات واحد يقول لي يعني انت عايز تقنعنا ان مصطفى وعلي حينفسه الشناوي لا لا ممكن يكون فيه كلام ان فيه بطولات زي الكاس حياخدوها حيلعبوا حيبقى فيه فرصة اكبر ولكن يبقى الشناوي هو الحارس رقم واحد اكيد من المؤكد ولكن خلاص ابتدوا دابدبوا وراه يعني الفتر الفات كان يقولك ايه النادي لقالي عايز حارس مرمى عالي لطفي لو الشناوي مش موجود ما يشيلش انا بقولكم كلام الناس عليها وكلام الناس في الشارع مصطفى شوبر صعب لسه صغير لسه بدري اما علي لعب ومصطفى لعب هما الاتنين اللي ردوا مش الاعلام اللي رد لهم هما الاتنين اللي ردوا وهما الاتنين ردوا ان هما جاهزين بدليل الاقل ما جابش حارس مرمى وقال انا مش هفرد في كده ومش هروح اجيب حد لان انا عندي خلاص انا عندي والنهاردة اصبحت قناعات الناس ان الشناوي لو مش فحلته 100% فيه اتنين بيدبدبوا ايا منهم ياخد علي جاهز مصطفى جاهز ايا منهم ياخد فالامور في الحتة دي وفي المنطقة دي اختلفت تماما اختلفت تماما كولر احنا اخدنا الدرس وانا دايما خلاص يعني بنتعلم مع بعض بنتعلم مع بعض وبنتكلم دايما مع بعض في حاجات كتير وانا دايما صاحب مصطلحات وبجددها يعني وفي مصطلحات ما بجددهاش متمسك ان كل واحد يبص في ورقته ومتمسك ان يبص على نص الكبال مليان ومتمسك ان يبقى متفائلين ومتمسك ان ابقى على مسافة واحدة من الجميع في الصح زي ما بتدي لقى لحق وتدي الزمالك حق ده عنده خطأ بطول وعنده خطأ بطول المصري عنده اللي اسماعيلي عنده بتساند ده وبتساند ده وبتساند ده هي دي نظرية اللي على المسافة واحدة من الجميع اللي الاعلام دلوقتي بفضل الله بيشتغل بيها وبيطبقها لانها اثباتت نجاح ومتمسكين بيها الحمد لله بفضل الله يعني فانا قلت قبل كده ان تقييم اي صفقة او مدير فني لا التقليل منه ولا التهليل ليه ليه علاقة يعني ولا بيكلموني مثلا في الالي كولر ده مكسر الدنيا الناس معجببي جدا ما ادي اداء رائع بالنسبة لي ولا كني سمعت اي حاج طب الراجل ده تمرنته مش كويسة خبراته قلي ولا كني برضو سمعت حاجة هو مدير فني جيد لحين اشعار اخر مين اللي هيقدم هو هيقدم نفسه في المباريات القادمة هو هيقدم نفسه في المباريات القادمة ولكن فيه شوية حاجات يتميز بها الراجل ما بنقولش دلوقتي مدير فني كبير او عظيم او كويس او وحش عشان لا نعلى بالبضاعة ولا نوط بيها كولر يختلف وعلى فكرة اي كلمة بقولها لكم هي كلام لعبي النادي الاهلي كولر يختلف ان هو مشغل شريط الانسانيات يعني ايه يعني قريب من اللعيبة قوي قريب من اللعيبة قوي داخل في تفاصيل التفاصيل مسك لعيب لعيب تنام بدل وتطميني وتكلمني وتقول لي وجدول وتتكلم معايا وعمل أب شغل فيها مع الناس وعمل سيستم مختلف ومقرب من اللعيبة كل واحد بمشاكله وكل واحد بأزماته وبيقعد مع كل واحد يعرف أموره الأسرية انت مرتبط متجوز مخلف ولادك فين بتعمل ايه بيروح مدارس ايه سنهم ايه بتصحق ايه بتنام ايه كنت بتلعب ما بتلعبش طب ليه دوس على نفسك كمل بيتعامل مع اللعيبة انسانيا بشكل رأة انسانيا بشكل رأة زاد انه واضح ان الراجل ده جاله فترة تعرض لإصابة فجاي برضو جعان كورة وعايز يزلبت الناس انه هو عنده حاجات كتيرة جدا 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 في تفاصيل الراجل ده اهتم بيها الراجل ده بتجيش تغل مع اربع خمس لعيبة اربع خمس لعيبة وابتدأ يتكلم معهم ابتدأ يتكلم معهم كنتوا فين وبقيتوا فين منهم افشا ومحمد شريف منهم افشا ومحمد شريف سمع وعرف وابتدأ يتكلم معهم حرجعكوا ازاي وكنتوا فين وبقيتوا فين ليه خلاص ورغم الاصابة ولكن افشا ومحمد كانوا في منطقة وفي تصنيف وفي المنتخب ثم الدنيا بعدت ابتدأ الراجل عايز يرجع الدنيا كلها عايز يدور المكان كله وابتدى يكلم اللعيبة في شوية تفاصيل كده كنا احنا دايما متعودين عليها احنا دايما متعودين عليها ابتدى يسمع وابتدى يسمع من سامي أمصان وكابت سادة بحفيز ان اللعيبة دي بتفطر ايه بتتغدى ايه بتتعشى ايه فكابتن سامي قاله احنا الفطار الاساسي عندنا فول وطعمية يعني احنا عربية الفول دي انا شخصان عربية الفول دي بالنسبة لي اهم حاجة في العالم انا والدمرداش وابو طالب وصالب كل الناس وحازم امام ومين كل الناس واحمد حسن عربية الفول دي يعني عشق 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 الدنيا لنا وللعيبة ودايما عندنا قناعة ان القصة دي بتدي طاقة بشكل كبير وبعد اللعيبة دايما كنت تحب تصور فيديوهات انسانية انا شخصيا كنت بحبها جدا انا حييت افشة جدا 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 في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده انا بحب افشة وبحب انسانياته وبحب مدعبته وبحب ازاي ينزل وقف على عربية الفول وياكل وعادي عادي هو مش مسألة نجم ومش نجم الراجل اللي صعب على ريد فول ده هو النجم الكبير يعني هو النجم بتاع المنطقة كلها بصوا دي عربية ما شاء الله يعني اعرف عنوانا واروح على طول فلعبت النادي كانت بتفتر الصبح متعودة زي افشة كده لما تروح التملين تعادي تاكل فول زي احنا قبل ما نصحى الصبح نروح الشغل فول اللي باكله وقف المكتب باكله على العربية كل واحد وسيستيمه الراجل جيه قالك لا فطار فول وطعمية لا انسى ليه سيستيم غذائي مختلف خلاص لعبت النادي الاهلي من هنا ورايح ما فيش فطار فول وطعمية احنا بس اللي هنروح ناكل من العربية دي انا والشباب اللي معايا بس لكن فطار فول وطعمية افلوا خلاص الراجل طيب في بعض برضو المصطلحات كانت دايما تقول ان فيه واجبات فيها سعرات حرارية عالية زي الكشري وبعد التمرين الكبيرة وتعد التمرين القوية كان فيه لعيبة وكل ده دردشة وتفاصيل التفاصيل بيدوها الكولر ان فيه لعيبة بتاكل كشري بعد التمرين لو فطرة اعداد وتمرين قوي كشري اقفل برضو يبقى كده لا فيه فول وطعمية ولا فيه كشري احنا بس افشل احنا يكون فول وطعمية ونقفع العربية براحتنا خلاص كل القفل الكصة دي بالتفاهم وبحديث مع اللعيبة واتكلم وقال ان واجبات الكشري ممكن تبقى يوم في الاسبوع ممكن تبقى يوم في الاسبوع كانوع بقى من الطاقة هو قدرى علميا بالكصة دي انا الحياة ما عنديش اي دراية عنها ولكن انا كنت بشوف مع المنتخب الوطني ان فيه ايام في معسكرات المنتخب ممكن يوم في الاسبوع الشاف يعمل كشري يوم بقى فري يوم اي حاجة ليه ليه قصة ليه طاقة ليه حزبة في الغذاء مع الدكاترة بيهندلوها ولكن خلاص العادات والكصة والتقاليد والكصص مع الراجل ده حتختلف مع الراجل ده حتختلف راجل ده شغال بالسانتي مقرب من العيبة شغال نفسيا بشكل جيد جدا 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 وانا اتوقع اتوقع ان الراجل ده حيبتدي الموسم وحيبتدي المباراة بعدد كبير جدا من لعبة النادي الاهلي دون الصفقات وتبتدي الصفقات تخش سنة سنة داخل الفريق وتبتدي الصفقات تخش سنة سنة داخل الفريق وهنا وهنا يبقى كسب الكابتن محمود الخطيب رهانو انه هو رايح اللعيبة وانه هو ادى رسالة ان النادي الاهلي لعبته هي اهم صفقة وده اللي احنا اتكلمنا فيه بمنطقة الصراحة قلنا لعبة النادي الاهلي هي اهم صفقة رغم انه هو الموسم الاصعب يعني كان لازم ادارة الاهلي والركز في الكلام ده كان لازم إدارة الأهلي قدام جمهورة إحنا خسرنا طلب بطولات السنة دي انزل بصفقاتك متع جمهورك طب ما أنا عندي لعيبة خسرت خلاص لا طب ما هي اللي كسبت قبل كده وده اللي كتب محمود الخطيب الحقيقة وضحه في حديثه قال إيه قال أنا اللعيبة يا جماعة اللي أنتوا سعليين منها دي هي اللي جابت لك كل البطولات وياللي خسرت مؤخرا اللعيبة تعبت تريح عشان ترجع تنافس تاني بقوة لو حصل كده واللعيبة تألقت خلاص يبقى الكابت محمود الخطيب كسب الرهان وقدارت الأهلي واشتغلت بشكل جيد جدا 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 وهو ده الرهان اللي النادي الأهلي بيرهن عليه وهو ده الرهان اللي النادي الأهلي شغال بي طيب ده ما يخص الأهلي